نروح بقى سريعا من الدول العربية إلى الولايات المتحدة الأمريكية واللي كنا بنهزر فيه مبارح بدأ يحصل بجد وبدأ واحدة واحدة كنا لسه مبارح يعني كانوا من الفكاهة كده مصرين كانوا بيقولوا انه ظهر ان 11 11 بدل ما ترشأ عندنا في مصر هنا رشأت في أمريكا واضح ان ده بيحصل فعلا لانه لليوم الرابع على التوالي استمرار الاحتجاجات واعمال الشغب في الولايات المتحدة الأمريكية احتجاجا على فوز دونالد ترامب سكاي نيوز مثلا اعلنت سقوط اول قتيل بالامس في الاحتجاجات اللي بتشهد عدة ولايات امريكية اعتراضا على فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب كان في قنوات اعلنت عن ان احد المتظاهرين ضد ترامب تلقى رصاصة اصابته في صدره امس السبت خلال مظاهرة مناهضة للرئيس المنتخب في ولاية بورتلاند في مئات من الامريكيين خرجوا متجهين الى كوبري ماريسن في الولايات ولكن قامت قوات الشرطة باغلاقه بعد حدث اطلاق النار على متظاهر وطلبت اذا كان هناك شهود عيان على حدث اطلاق النار ان يضلوا باقوالهم وعلنت الشرطة على الفور فتح تحقيق في مقتل المتظاهر دي الاخبار في الولايات المتحدة الامريكية ومازال الكثير من الشعب الامريكي لا يمكن ان يتقبل لم يتقبل بعد فكرة فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية وبالتالي تغير الفكر الامريكي من الديمقراطي الى الانتخابات